ما حكم من يصور الإمام في خطبة الجمعة أو يسجل صوت الإمام مثلا هل تتأثر صلاته يا يوسف بارك الله فيك بالنسبة لمن حضر الجمعة يجب عليه أن يصغي إلى خطبة الإمام ولا يجوز له أن يتكلم ولا أن يعبث ولا أن يلعب بالحصى أو يخطط على السجاد المسجد مثلا كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مس الحصى فقد لغى من مس الحصى فقد لغى وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لأخيه صح والإمام يخطب صح يعني أسكت من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى جاء في لفظة ضعيفة عند أهل العلم من جهة الإسناد ومن لغى فلا جمعة له لكن هذه ضعيفة عموما بالنسبة للمأموم إذا حضر الجمعة لا صلاة ولا كلام ولا سلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر وإنما يجب أن يستمع إلى خطبة الخطيب ولذلك هذا الذي يستعمل الكاميرا أو الجوال يصور الإمام أو كذا هذا أخطأ خطأا كبيرا ذهب عليه الأجر نسأل الله العافية والسلامة إذا كان وضع أصبع على الأرض هكذا هذا مضر بأجر صلاته وبأجر جمعته كيف هذا الذي يصور وقد انصرف انصرافا كاملا عن الخطبة ليصور الإمام العلماء يقولون يكره للإنسان أن يستاك والخطيب يخطب قالوا أن هذا يشتغل بشيء شبيه بمن يخطط على من يلعب بالحصى بارك الله فيك